السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في خلق ربنا او او مثلا احنا اللي بنقول احنا عايزين من خيرنا صغنانة عايزين بقونا صغنان عايزين عيننا خاضرة لا يا جماعة صح ولا انا غلطانة ربنا هو بيخلق كل بنا ادم اه على صورته يعني محدش بيتدخل في خلق ربنا لما حد بقى يقعد يتنمر على حد ويقول له انت شكلك وحش انت منخرة كبيرة انت اصود انت شعرك كاكرت ده يبقى يا جماعة مش ده يبقى تنمر وحرام وكده انت بتبقى بتعيب على خلق ربنا الكصة بتاعت دلوقت يا جماعة كصة البنت بتاعت اوسيم البنت دي يا جماعة عايشة مع ابوها واموها زي اي بنت بس هو زنبها حاجة واحدة بس يا جماعة ان هي طلعت شكلها مش حلو يعني شكلها مش حلو مناخرها كبيرة شوية عينها بزة شوية شعرها اكرت شوية بشرتها صمرة يعني كده ده كل زنبها تخلقت في الحياة كل ما حد يشوفها يا جماعة يقول بصوا اعوذوا بالله بص كده شكلها استغفى الله العظيم يا رب حتى والدتها تقول والله العظيم انا مش عارف اعمل ايه انت جيت دي وحشة كده لايه ده انت بات ده انت مش هتلاقى حد يبص له اه قريبها يجو يقول لها يا لهوي وانت بنتك دي يعني هتفضل عادف قريبزك كده عشان شكلها وحش كان كل الناس يا جماعة يعودوا يعيبوا عليها وعلى شكلها ويكلموا عليها ويقولوا لها ده بنتك شكلها معافل ده انت بنتك شعرها منعكش ده انت بنتك مناخرها كبيرة ده انت بنتك عينها بزل برا ما ده كله يا جماعة حرام محدش بيتنمر على خلق ربنا البنت راح اتعمل ايه يا جماعة راح ات طبعا من كتر ما الناس عملت عيب عليها برا وجوه حتى بقى ابوها وامها حتى اقرب الناس اليها عمتها وخالتها وولد عمها راح اتعمل ايه يا جماعة هم قاعدين في الضرور الرابع راح اتدخل البلكونة راح اترمي عشان ما تقعدش تقول شكله ومش شكله. انت يا ربنا ممكن ممكن يخلق ارد. وشكلك وحش. والناس هتنمر عليك زي ما بتعمل فيها كده. يعني الزنبه يا جماعة ان هي طلعت شكلها وحش. ده من عند ربنا. بيبقى الناس شكلهم وحش. وبيبقوا والله العظيم عايشين احلى عيشها. يارب الفيديو يعجبكم لعجبكم تساشوا اللايك والاشتراك والتعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.